موسيقى السلام عليكم متابعي دراما سبورت في عدد من الناس بتقول المنتخب السوري مع بفوز المنتخب السوري ما حقق الفوز اليوم جايب لك خبر جميل جدا ولطيف جدا المنتخب السوري واخيرا حقق الفوز على نادي الفتوة بنتيجة 1-0 بصراحة الموضوع مضحك مبكي لكن بدنا نحكي بكل التفاصيل عن هاي المباراة واكيد يعني ببداية الفيديو كانت موسيقى كردية بعد طلب بعدد من الاصدقاء راح نحاول نغير بمقدمة الفيديو كل مرة والتانية مشان ما هتملو وقبل ما نفوض بالتفاصيل بتمنى ايزا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة تفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا عالتفاصيل شوف يا صديق العزيز انا عندي اقتراح ممتاز جدا لحتى نشوف منتخبنا دائما ربحان شو راي يكون نترك الفيفا والبطولات الاسيوية والبطولات القارية ومنعمل بطولات بالداخل السوري وهاي البطولة بنسميها كأس الامم السورية او كأس العالم السوري ويتواجد فيه المنتخب منتخب الاول مع المنتخب الاولمبي مع منتخب الشباب والناشئين ومنواجه فيها عدد من الاندي بحيث ناخد كم لاعب جيد من النادي مشان ما يكون قوي ونفوز على هذا النادي وانتهى الموضوع وهيك منتخباتنا راح تفوز يعني ما في غير هذا الحل انو نواجه بعضنا البعض ما نواجه اي منتخب بالعالم او بغير العالم حتى نفوز بالمباريات غير هاي الطريقة ما راح تلاقي اي حل يعني نحن بالمؤخرا حتى قدام طبعا ما احترامي لمنتخب الاردن منتخب لبنان منتخب فلسطين صرنا منخسر مع هالمنتخبات كمان ومنخسر مع كل المنتخبات الخليجية والامور عادية وماشية وطبيعية جدا الاتحادات ما بتسأل حتى يعني ما بيستحوا بصراحة واصلين لمرحلة من اللامبالات بشكل عام مساءلين ايام زمان بصراحة لما كنا بنخسر حتى قدام اي منتخب خليجي كنت بتلاقي لمدة شهر شهرين بتنحكى عن المباراة بتنحكى عن الاسباب والعوائق والمشاكل لا هلا بالوقت الحالي الامور طبيعية على كل حال منتخب سوريا فاز على نادي الفتوة المنتخب الاول بنتيجة 1-0 الكابتن حسام السيد جرب تشكيلتين بيبئة المباراة سجل لمنتخبنا مصطفى جنيد وفزنا بهاي المباراة الحمد لله يعني هاي المنتخب السوري الاول فاز كمان يعني نحن عم بنفوز نحن عم بنفوز يعني نحن بنفوز على نادي الفتوة نادي الوحدة شكرا نادي الفتوة قالتونا نسمع بان المنتخب السوري الاول عم بيفوز وبالتالي ما عندي شي احكي الا الله يسطر من مباراة الجزائر للمحليين نلاقي شي جديد للمنتخب الاول نفس المعسكرات نفس التحضيرات نفس الستايل نفس الامور اللي عم بتصير ما في شي جديد ينحكى فيه لكن في عدة تعليقات انكتبت بعد حديثي عن مباراة سوريا والبحرين ببطولة غرب اسيا تعليقات انا بشوف انه لازم ينرد عليها بهذا الفيديو ومشان ننهي ملف مباراة سوريا والبحرين ونحكي اكتر بعد عن امور اخرى تخص الرياضة السورية والكرة السورية السؤال الاول من الاخ مؤيد عم بيحكي فيه صدعوا روسنا بمنتخب جديد وتغير جلد المنتخب والشباب الدور السوري ما عم بيلعبوه يعني بصراحة اخي مؤيد هذا التعليق اللي انت كتبته بيمثلني بقوة يعني هذا هو التعليق اللي عم بحكيه اللي اربع شهور خمس شهور يعني بعد تأخو المنتخب سوريا للشباب طلعت هاي الموجة موجة انه حابين منتخب جديد حابين نغير جلد المنتخب والقوانين اللي عم بتصير بالدور السوري والشغل اللي عم بيصير بالدور السوري لا يلاءم مع هاي المطالب يعني المطالب بجهة والشي اللي عم بيشوفه بالدوري والشي اللي عم بيشوفه بطريقة ادارة المنتخبات مختلفة تماما فانت هون عم تحكي الشي اللي انا عم بحكيه بكل صراحة يعني اخ مؤيد من المتابعين كمان الدائمين للقناة الشباب ما عم بيلعبوا اللعيبة ما عم تلعب فمن المنطقي جدا ما راح تلاقي تغيير جد للمنتخب او منتخب جديد لان هذا الكلام او هذا الشعار لا يلاءم الشي اللي عم بنشوفه على ارض الواقع بالكرة السورية وبالدور السوري وهون يا شباب يعني هذا التعليل الاول اللي متفق معي في عدة تعليقات انتقدوني او يعني مو متفقين معي فلازم رد على هالتعليقات من الاخ محمد المحمد طيب انت بتطلب شي مو من حقك تطلبه يعني ما احترامي لك بس اسمعه بس مين انت اللي حتى تطلب مين المدربين اشراك هاللاعبين ما بعرف يعني مين اللاعب اللي انت شايفني باني طالبت باشراكه يعني لاعب عطيني اسم لاعب انا طالبت باشراكه بشكل اساسي او اي لاعب سواء للمدرب المنتخب او مدربي الاندي يعني شفت بحياتك قلت لكابتن ماهر البحري مدرب اهلي حلب او الكابتن حسين عفش مدرب الجيش او اي اي مدرب بالدور السوري انك انت لازم هذا اللاعب يلعب بحياتي ما تدخلت بتشكيلات انديت الدور السوري بشكل عام اغلب فيديوهاتي عن الدور السوري بنحكي فيه عن النتائج عن وضعية النادي عما التدخل بالامور الفنية اطلاقا فانت عم تحكي مين انت لحتى الطالب المدربين باشراك هاللاعبين وانا ما عم طالب المدربين انا عم طالب اتحاد كرة القدم برأيي ان لازم تطلب من الاتحاد السوري لكرة القدم تنظيم بطول الدوري تحت 23 بصراحة فكرة تنظيم بطول الدوري تحت 23 فكرة سخيفة جدا فكرة سخيفة يعني انت الشي اللي عم تحكيه امر غير منطقي انا كمان سمعت انه رح يعملوا دوري تحت 23 الدول المتقدمة او الدول اللي حابة تطور بكرة القدم اللاعب اللي بعمر ال 19 بتخليه يلعب بالدوري الاول بالدوري الممتاز ما بيخصصوا دوري خاص لعمر ال 23 ولا عمر ال 18 ولا عمر ال 19 هذا لازم يكون قرار اتحادي بان خمس لاعيبة من تحت 23 يلعبوا بالدوري السوري الممتاز بشكل اساسي وانا هذا الشي اللي عم بحكيه ما عم قول لمدرب انك انت لازم بتأشرك هذا اللاعب الفلاني هذا اللاعب انا عاجبني وحابب يلعب اساسي عم بحكي يا جماعة قرار اتحادي بان كل نادي ملزم باشراك على الاقل 3 الى 4 لاعبين تحت عمر ال 23 عام ما في شي اسمه دوري مخصص ل 23 عام تعرف شو معنى دوري 23 عام يعني الشي اللي عم تحكيه اخ محمد المحمد ما يطبق بالكرة الحديثة بالكرة الاوروبية اللي عم بنشوفها ما بعرف انت شو عم بتتابع لكن نحن الشي اللي عم بنشوفه من تطور لا يلائم الشي اللي انت عم تحكيه دوري خاص بعمر ال 23 عام عمره 23 عام لازم يكون نجم لازم يكون خلص واصل لمرحلة اخ اخ يعني انت شايف هلا عمار ال 18 و 19 عم بسجلوا اهداف بدوري ابطال اوروبا وعم بيلعبوا مع المنتخبات الاولى انت حاببت اعمل دوري خاص بهال لاعبين امين رح يسمع فيه هون اساسا في نادي بسوريا فيه يشارك بدوري تحت ال 23 عام الاندي بالكاد عم بتشارك بالدور السوري الممتاز والتعليه الاخير من الاخ مهند هادي دكتور بالفيديو الماضي حكيت يلي حكى فيه صديقك الاخ علي الغريفي شفتك متفائل بمنتخبنا وحتى بالمدرغ وما بعرف بصراحة على شو كنت مستند بهذا التفائل مع العلم المنتخب ميت طيب يا اخي مهند يعني قبل المباراة بيوم يومين ثلاثة بدك يعني احكي هذا المنتخب مصخرة او هذا المنتخب سيء او هذا المنتخب ما رح يربحها البحرين يعني لازم انقل الشعور انه نحن متفائلين ونحن حابين نشوف المنتخب بشكل جيد ونحن يعني بالنهاية ما بدك تأذي اللاعبين ما بدك تأذي الحالة الموجودة بالمنتخب يعني بدك تحكي كلام جيد كلام يدعو الى التفائل كلام يخلي يعني المنتخب ممكن يكون عنده الحافز لا يعمل شي يعني ما اكيد ما رح اقول المنتخب سيء او المنتخب كارثي او المنتخب ما رح يربحها البحرين هذا الكلام ما لازم يصدر من اي مشجع او اي شخص او اي محلن يعني ما فيك تحكي قبل مباراة سوريا وتونس بان المنتخب السوري رح يخسر يعني علما انه متوقع انه سوريا تخسر قدام تونس ببطولة كاس العرب لكن هل يا ترى فيه شخص كان بيقدر يقول هاي الكلمة صعب فيه ناس كانت بتقوله بس صعب تحكيها وبالنهاية فاز المنتخب فبالتالي موضوع التفائل والتشاوم قبل المباراة انت فيك تنقل الطاقة الايجابية انه ممكن يا شباب ويلا يا شباب لكن بعد المباراة اذا ما شفنا اداء وما شفنا مستوى وما شفنا نتيجة اكيد لازم نحكي بس ما فيني اقول انه هذا المنتخب رح يخسر لان هذا الشي ضمنيا ما فيني احكيه يعني ما فيني احكيه لان هذا المنتخب هو منتخب بلدي فبالتالي لازم احكي بطريقة ايجابية قبل المباراة لحتى نعطيهن هذا الحافز ممكن نشتغل على الانتقادات قبل اسبوع وابل اسبوعين لكن قبل المباراة بيومين ثلاثة بدك تحكي انه هذا المنتخب رح يخسر او هذا المنتخب لازم ما يلعب المباراة لان منعرفه طبعا بيبي الأمر الآخر اللي عم بيحكيه بيقول صراحة المدرب مع الاحترام له حده الأقصى مدرس تربية رياضية في أحد المدارس لكن الجمهور طاير عقلوا فيه فقط لأنه أوروبي صراحة مارك بوتة يعني كسيفي قوي مارك بوتة كمدرب ما فيك تحكي بأن مدرب مدارس المدرب مارك بوتة درب بالمغرب درب بعد الدول أوروبية درب المنتخب الهولندي للشباب يعني ما بظن الاتحاد الهولندي بيعين مدرب هيك يعني واسطة أو مدرب مدارس للمنتخب الهولندي للشباب وكلنا بنعرف الكرة الهولندية كيف متطورة وكيف بيشتغلوا على الشباب بشكل عام فأنا مختلف معك هو مدرب جيد مدرب فهمان حتى طريقة لعب المنتخب على الأرض كان واضح فيها التكتيك من المدرب الشغل حتى مع حراس المرمى والمدافعين الشي اللي شفناه هو أنه في وضعية اللاعب السوري بشكل عام لا تسمح لأي مدرب جيب أي مدرب بالعالم مع المنتخب الأولمبي والشباب رح يتأذى نتيجة أنه هاللعب الشباب والأولمبي ما عم بيلعبوا ما عم بيلعبوا مباريات يعني نحن عم نرجع ونعيد نفس المشكلة فالحديث عن منتخب جديد أو نلاقي منتخب بكأس آسيا مختلف عن التشكيل اللي عم بنشوفها دائما أنا بشوف أمر مبالغ فيه لأن هاللعبه عم بتشوف كيف قدموا كيف قدموا نتيجة عدم لعب المباريات إنك ما تلعب بالموسم 40 مباراة فالأمر صعب لعبه مثل ريال مدريد وبرشلونة سنويا عم بيلعبوا من ال40 لل50 مباراة وهي لعيبة برشلونة والريال عم بيلعبوا من ال40 لل50 مباراة لعيبتنا بيحتاجوا لمية مباراة حتى يوصلوا لـ 50 بالمية من مستوى لعيبة الريال والبارسا ولعيبة المنتخبات الأوروبية فبالتالي نحن ينقصنا أنه هاللعبه يلعبوا أساسيين ونلعب بدورات وبطولات ومباريات ومعسكرات وهالأمور غير موجودة للأسف الشديد بتلاقي اللعب بيخلص الموسم عنده بعشرين مباراة ما قدم؟ عشرين مباراة سنة كاملة عم تلعبها كلاعب منتخب؟ ما بتفوتوا بالعاقل وفي لعيبة ما عم بيلعبوا أساسا كل الموسم خمس مباراة ما بيلعبوها على كل حال يا شباب هذا كل شي حبيت أحكي عن التعليقات اللي شفتها يعني التعليقات اللي بتحتاج للنقاش بتمنى يعني كمان تعذروني إذا في بعض التعليقات ما عمرد أو ما عملاء الوقت لأن في شغل كمان بقناة ريمونتادا سبورت عم حاول كمان نغطي أخبار الأندية الأوروبية بالتالي يعني يعزرونه وأنتوا أكيد يعني بتلاقوا لي العزر دائما وأبدا بتمنى يعجبكم الويديو وتكونوا صح وخير وسلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة